بالنسبة لك أغلى بطولة حقتهم على الأهلي يمكن بطولة 2012 دي علامة طبعا موجودة والجوني اللي أنا جبت في كاس العالم الأندية المركز اللي أنا حقناه والهدف اللي أنا جبتوا يعني فيها أعتبر دول الحاجتين المميزين أوي في حياتي أو في ثلاث سنين والبطولة دي بالتحديد يا كابتن كنت متقلق فيها أوي قدام التراجل قدام سانشاين الأهلي قدم الحقيقة مستوى عالي بزرط اتصرفش معنى بطولة 2012 هقولك إحنا ما كنش بنلعب دوري وبعد قصة برسعيد كان فيه تأثير نفسي على اللعيبة بس كان بالإيجاب أن احنا نحقق البطولة دي للشهداء يعني دي حقيقة فعلا ده كان أحساس نبع ما كانش لا تمييس ولا كان أي كلام لأ فعلا كنا قلنا البطولة دي هنحققها رغم الصعوبات المادية رغم الصعوبات اللي أن احنا ما بشاركش خلص غير في أفريقيا فطبعا اللعيقة البدنية برضو أو عدد المادشات بتبقى قليلة غير لما تكون شارك في الدوري والدينية بتماشى يعني لكن إحنا بنا لأفريقيا بس فعلا اللعيبة كانت مركزة أنها تحقق البطولة دي وتيهديها للشهد يمكن الموضوع ده جاء بالشكل الإيجابي على اللعيبة لكن ما كنتم توقع عن مستوى اللي احنا قدمناه في النهائي بذات يعني هناك رادس في تراجي في تونس الحداشر العيف فعلا والنازل اللي نزلت قدموا مستوى بالرغم فعلا النشاط كان متوقف في مصر بجد أنا ما شفتش فعلا النادي الاهلي أنا كان مشجع قبل ما اجي النادي الاهلي ما شفتش الاهلي فعلا في المطش ده بالمستوى ده يعني لحد وقت قريب ما مش شايف الاهلي يعني قدم مستوى بنفس قوة النهائي للبطور أمور نفسه الحد الوقت بيشيد بالمستوى ده وبالبطولة ده بالتحديد